اهلا بكم الى حلقة جديدة من مسار السوق معكم هاني نصر كيف اغلقت معظم الاسواق الخليجية في هذه الجلسة قبل ان نعرج على تفاصيل هذه الاغلاقات نذكر بابرز عنوين حلقتنا القطاع العقري يعود ضغوطه على بورصة قطر والمؤشر يفشل في الحفاظ على مستويات 12200 نقطة سهم املاك يعود الى التداول في سوق دبي ورئيس مجلس الادارة يكشف لسين بي سي عربية عن استهداف تحقيق نمو بين 10 الى 15 في المئة الشركة اكيدناك مستثمرين حابين بعد يتعاملون مع الشركة يعطينا فرصة نحن نفضع وفي المراجعة الدورية لكويت 15 الاتصالات الكويتية اهم الداخلين وبوبيان ابرز المستبعدين اذا كيف اغلقت الاسواق الخليجية في جلسة هذا اليوم الثلاثاء اللون الاخضر كان مسيطرا على كل الاسواق الخليجية وان اختلفت قيم التداولات بين سوق واخرى لنبدأ بالسوق الكويتي بمؤشراته الثلاث اغلقت على ارتفاعات بالرغم ان التباين كان سيد الموقف خلال ساعات هذه الجلسة المؤشر السعرية على ارتفاعات 20 نقطة المئوية الوزني كذلك ارتفاعات 20 نقطة المئوية لكن كويت 15 وبدعم من زين وإلى حد ما الوطني على ارتفاعات ب17 النقطة المئوية وهناك تحسنات ايضا بمستويات التداول بالنسبة للسوق الكويتي انتقل الى بقية الاسواق سوق دبي اغلق هذه الجلسة مرتفعا بحوالي 1 وربع النقطة المئوية مدعوم من تقريبا كل القطاعات الرئيسية لسيما القطاع البنكي وكذلك القطاع العقري في هذه الجلسة جلسة حاول ان يصل الى مستوية 4000 نقطة لكن يبدو كان هناك بعض الضغوطات حالة دون ذلك بالنسبة لسوق العاصمة ابو ظبي اغلق على ارتفاعات ب16 النقطة المئوية مستوية 4575 نقطة اما السوق القطري جاهدت كثيرا للوصول الى مستوية 12200 الحفاظ على هذه المستويات لكنها تحانت من ضغوط القطاع العقري واغلق تقريبا مرتفعا باقل من 10 نقطة المئوية عند 12184 نقطة سوق مسقط هو الاخر وبدعم من قطاعي البنوك وكذلك الخدمات اغلق على ارتفاع في هذه الجلسة بحوالي 34 النقطة المئوية ايضا وسط تحسن بمستويات السيولة الى ابرز الاخبار وابدأها بسوق دبي حيث اغلق سهم املاك للتمويل اليوم في هذه الجلسة جلسة الثلاثة عند نفس سعر اغلاقه قبل ان يتم ايقافه يعني عند حوالي سبع سنوات من الان قبل ان يقف عند او يتم ايقاف تدوله كان سعره حوالي الدرهم وفلسين لنقي نظرة على شركة املاك مشاهدنا وعملية اعادة الهيكلة مع الزميلة رولا الطروني يعود سهم املاك للتمويل الى سوق دبي للتداول في جلسة الثاني من يونيو من هذا العام بعد ان تم يقافه لقرابة سبع سنوات والنصف على اثر تعثر الشركة المالي بسبب دخولها في استثمارات عقارية كانت مع انطلاق الازمة المالية العالمية دعونا نلقي نظرة على الوضع المالي للشركة وتسلسل احداث فيها وكانت قد تأسست شركة املاك في عام 2000 وفي عام 2004 تم ادراج الشركة في سوق دبي المالي وكانت تعمل الشركة في نطاقين الاستثمارات العقارية والتمويل العقاري الإسلامي في عام 2008 دخلت الازمة المالية العالمية والتي كانت على قاعدة من التعثر في القطاع العقاري العالمي ليأتي بتأثير ذلك واضحا على السهم والذي تعثرت من خلاله المحفظة الاستثمارية للشركة جراء ذلك قامت الشركة بالإعلان رسميا بأنها ستتعثر في سدادي ديونها وكانت قد دخلت الشركة في مفاوضات مع الدائنين لتقليص حجم القروض المترتبة عليها وتأخير أيضا أجال استحقاق هذه القروض السبب الرئيس الذي أدى إلى تعثر القرض لشركة املاك كان المحفظة الاستثمارية التي تمتلكها الشركة والتي استثمرت في القطاع العقاري الذي أدى إلى التراجع في أعمال الشركة وتأثير المحفظة الاستثمارية كان بشكل كبير بالنسبة لشركة أملاك على إثر ذلك تم إيقاف الشركة عن التداول في عام 2008 ننتقل إلى جانب آخر يتعلق بوضع الشركة وكيف تلقت المساعدات البداية أذكر بقرابة 45% كانت ملكية شركة اعمار العقارية لشركة أملاك واتطاعت أن تحصل على ربع مليون درهم من مستحقاتها لكن دعم البنك المركزي الإماراتي مجموعة من البنوك والشركات التي تعثرت مع انطلاق الأزمة وكان من ضمنها شركة أملاك ودعمها بقرابة مليار وسبعمائة مليون درهم إماراتي كيف بدت أوضاع الشركة منذ ذلك الوقت؟ ملياري درهم تم تخفيض خسائر القيمة العادلة للشركة وأصولها تم إعادة التقييم وتخفيضها حتى يكون رأس المال للشركة الأقل تهالو كم؟ مليارين ونصف مليار درهم كانت على إثر أو جراء تخفيض النفقات التشغيلية للشركة نهيكم عن تسريح جانب كبير جدا من العمال من عام 2008 حتى 2014 قرابة 60 في المئة من القوى العاملة للشركة تم تسريحهم إعادة هيكل الديون كانت بحدود 10 مليارات و800 مليون درهم بالنسبة للشركة سيكون جزء كبير منها حدود 4 مليارات تم إعادة النظر فيها ولكن على مدى 12 عاما قادمة ستقوم الشركة بسداد بقية الاتزامات لديها لمجموع الدائنين نتحدث عن نتائج شركة أمولاك للتمويل بين عامي 2008 و2014 كانت الشركة طبعا قبل الأزمة قد حققت مكاسب وأرباح بحدود 240 مليون درهم لتعود من بعد ذلك وتمنى بخسائر متلاحقة وصلت إلى 177 مليون 219 مليون 210 مليون عادت إلى الربحية في عام 2012 بقربة 9 ملايين وتشكلت لديها الربحية الأفضل في عام 2014 بحدود 58 مليون 900 ألف درهم لكن هذه الربحية تآكلت وسبب يعود إلى حصص غير مسيطرة للشركة في إحدى الشركات التابعة لها والتي قدمت لديها تراجعات بـ 144 مليون درهم ويصل لدينا بذلك صافي الخسارة للشركة 85 مليون درهم أذكر الحصص غير المسيطرة لشركة سكاي غاردن نتحدث أكثر عن أعمال أيضا المتوقعة للشركة طبعا ساهم أملاك العقارية كان قد تراجع أو وصل إلى أفضل مساوياته السعرية على 25 درهم و50 فلس وتراجع عند الإغلاق في آخر جلسة التداول له إلى مساويات الدرهم وفلسين حصص التملك لهذه الشركة يسيطر الإماراتيون على 81.5% من حصة أملاك شركة أملاك الخليجيون حدود 7.14 النقطة المئوية العرب 5.18 أما الأجانب حصتهم قرابة 5.4 النقطة المئوية هذا وضع شركة أملاك وتدرج التسلسل لوضعها المالي حتى عودتها للتداول في جلسة الثاني من يونيو نبقى مع أملاك حيث أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة علي إبراهيم محمد في حديث خاص لسين بي سي عربية أن الشركة لديها مشاريع في مصر ومشروع مشترك في السعودية كما كشف عن أن الشركة تستهدف تحقيق نمو بنحو 10 إلى 15% إلى أنها يمكن أن تراجع عمليات بنائها على انحكاس إدراج السهم في السوق بالإضافة إلى رغبة المستثمرين طبعا فرعنا الرئيسي في جمهورية مصر العربية السوق العقاري واعد مع المشاريع الجديدة التي طرحت نعتقد أن هناك فرص استثمارية كبيرة وفي المستقبل نفكر إذا في دولة ثانية في فرص أن نفتح فروعها عندنا نحن مشروع مشترك في مملكة العربية السعودية مع مستثمرين أملاك مملكة العربية السعودية كمان عندنا فرع لكن نعتقد هالدولتين فرص اللقارية عندهم كبيرة في فرص استثمار للنمو وكيد أرباح شركات تنعكس على أرباح شركة أملاك في دبي ما هو حجم المحفظة الإتمانية للشركة وما هي توقعات النمو المتوقعة في عام 2015 طبعا نحن المستهدفين نسبة نمو ما بين 10% إلى 15% من أعمالنا لكن نحن اليوم نبقى نشوف انعكاس إدراج السهم على السوق طبعا نحن بعيد الثقة للشركة أكيد هناك مستثمرين حابين بعد يتعاملون مع الشركة يعطينا فرصة نحن نرجع مرة ثانية ونعيد تقييم أعمالنا احتمالنا للسوق يعطينا مؤشر كبير اهتمامات المستثمرين نحن طبعا عدنا بعض المستثمرين اللي أبدوا اهتماما بالعمل مع أملاك نحن طبعا أجلنا هذا الموضوع لما نخلص موضوع عادة الهيكلة لما نخلص موضوع الأهم اللي هو الرئيسي اليوم إدراج 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 السهم وأعتقد أن الفرص واعدة في المستقبل ونحن نرحب أي مستثمرين يحبون يعملوا مع أملاك مستثمرين مستثمرين المترجم للقناة المترجم للقناة عند مستويات الدرهم وفلسين وبعد فاصل قصير مشاهدين في القسم الثاني من برنامج مسار السوق لهذا اليوم سوف نناقش أسواق الكويت وقطر إلى أين تتجه في الفترة القادمة سينضم إلينا من الكويت أشرف فؤاد المحلل المالي وكذلك من العاصمة القطرية دوحة حسام عن برجي أيضا المحل المالي تفضلا بالبقاء معنا إذن أرحب بضيفي مسار السوق لهذا اليوم من طبعا العاصمة الكويتية أستاذ أشرف فؤاد المحل المالي ومن الدوحة العاصمة القطرية المحل المالي أستاذ حسام عن برجي أهلا بكما من جديد وأبدأ معك سيد عن برجي يعني محاولة جادة للبورصة القطرية لحفاظ على مستوى 12 ألف ومائتين نقطة لكنها فشلت بسلب ضغط واضح من القطاع العقري كيف تقيم جلسة اليوم؟ بالطبع هي حالة من الهدوء بعد نسميها التدولات القياسية التي شاهدناها خلال الأسبوع الماضي مع طريقة شركة أزدان وقطر للتأمين إلى مؤشر الأسواق الناشئة عادت عملية جني أرباح واضحة على سهم أزدان ينخفض هذا السهم ويؤدي بالقطاع العقائي للانخفاض وحتى كان له تأثير سلبي على إجمالي تداولات السوق لذلك وعودة الهدوء أيضا إلى قاعدة التداول بشكل عام اليوم عدنا لنسجل مستويات تداول تقل عن 500 مليون ريال قطري وإن كنا شهدنا بعض عمليات الشياء الانتقائية على أسهم القيادية مثل سهم صناعات قطر وسهم بانك قطر الوطني وحتى شركة الكهرباء والماء باعتقادي هذا الشيء خفف قليلا من حدة عملية جني الأرباح التي شهدناها بالسوق وإن كانت الصورة لم تتضرح بشكل عام هل هي عمليات الشرائية هل هي عمليات الشرائية استثمائية أو من جهات من محافظة أو جهات أجنبية بغرض الاستثمار ولكن بالنهاية جلس التداول هادئة نسبيا عودة لدخول الصيف اليوم أيضا وتداولات الصيف بشكل قوي إلى السوق من المتوقع أن تستمع هذه الحالة خلال الفتاة القادمة طبعا سيد عنبرجي مقابل هذه التراجعات في قيم التداولات في السوق القطري نراها اليوم في السوق الكويت على بعض التحسن أذهب مباشرة إلى الأستاذ أشرف فؤاد مرحبا من جديد هذا التحسن بمساعدة السيولة ما مرده أهلا بك أستاذ هاني وأهلا بالزميل من قطر الحقيقة أنا فوقعت أن السقبة أخضر يعني برغم أننا نبسين أحمر النهاردة لكن الحقيقة السوق نقدر نقول أنه ما فيش جديد يعني ما فيش محفزات جديدة إلا موضوع آخر أخبار مجموعة الإخرافي وتعيين فوز الإخرافي رئيس مجلس إدارة محل المرحوم جاسم إخرافي هذا يمكن حدث إيجابي كان لو حصل غير كده كان يبقى فيه أمر سلبي لكن نشكر ربنا أن الأمور مشت بهذه الطريقة دعم السوق بشكل جيد التدولات جيدة مستوى السيولة جيد لكن التدولات معظمها على الأسهم الصغيرة مش القيادية تلاقي أفضل شركات تداول عليها هي الشركات الصغيرة زي ما الزميل مقاطر قال أن تدولات الصيف لكن نزيد عليها وكمان تدولات يدي عليكم الأيام بخير تدولات رمضان كمان جاي فهي كان نتهيأ لكن أحيانا السوق الكويتي يعكس التصورات يأتي في الفترة ويشهد تدولات جيدة وهذا الذي نتمنى سوف نبقى بالسوق الكويتي وهذا الخبر نتابعه سويا حيث أجرى سوق الكويتي الأوراق المالية عملية مراجعة دورية جديدة لمؤشر كويتي في نهاية مايو الماضي سيتم خروج شركة بوبيان البتعكومويات وشركة التجارية العقرية من هذا المؤشر يحل بدلا منها البنك التجاري الكويتي وشركة الاتصالات الكويتية فيفا كما سيتم خروج شركة الاستثمارات الوطنية والشركة الوطنية العقرية وكذلك مزايا القابضة من قائمة شركات الإحتياط لهذه المراجعة يحل بدلا منها شركة طيران الجزيرة وشركة التجارية العقارية وغيرها أعود إلى الأستاذ أشرف فؤاد كيف ترى هذه المراجعة لمؤشر كويت 15 والأسهم الجديدة التي دخلت لسيما فيفا نعم الحقيقة من زمان بالنادي أن نقول أن المؤشر السعري أصلا الموجود طبعا لكن لا يعتمد عليه بشكل كبير فيه خلل في المعادلة فأمر جيد استحداث مؤشر كويت 15 بيعكس بشكل ما أسهم ثقيلة قيادية وبيعند معادلة جيدة في التداول الحجم الترن أوفر معدلات التداول بيعتمد على كذا عامل فده أمر جيد الشركات التي تدخل فيه عادة ما تكون الأفضل تداولا خلال الفترة ومعينة خلال فترة المراجعة من 3 إلى 6 شهور الماضية معظم الشركات التي دخلت وزي ما حضرتك تفضلت أسهم تشغيلية سوى طيران الجزيرة أو فيفا أو غيرها دي أسهم تشغيلية وده أمر جيد أن الأسهم المؤشر كويت 15 يعكس فيه الأسهم التشغيلية والتي تتداول فعليا في السوق الكويتي طيب برجع لضيفنا الأستاذ حسام عن برجي من الدوحة يمكن موضوع شوي مشابه يعني مؤشرات الكويتي هي ثلاث مؤشرات بس فيه بالسوق الكويتي أو السوق القطري حديث عن سوق ثانوية تم الحديث عن هذا الموضوع منذ ومنذ مدة لكن حتى الآن لم نراه يطبق على أرض الواقع ماذا عن هذا الموضوع سيد عن برجي؟ يعني بالطبع أستاذ هاني نحن في السوق الدوحة كنا سمعنا الكثير من الوعود ومن فترات طويلة سوق الشركات الناشئة تم أطلاقه حوالي 2013 وإلى اليوم لا جديد حتى اليوم مع عودة الحديث عن سوق الشركات الناشئة لا يوجد هناك موعد محدد لإطلاق عمليات هذا السوق وأيضا نعاني في سوق الدوحة فعليا من كثرة الوعود بإطلاق إدراجات لشركات مساهمة مقفلة حاليا وموجودة في السوق وتحقق نتائج جيدة وكان هناك عدة تصريحات من قبل رؤساء التنفيذيين لهذه الشركات بسعيهم القوي نحو إدراج شركاتهم في السوق وأيضا كنا سمعنا الكثير من التصريحات من قبل الجهات المنظمة يعني إن كان إدارة سوق الدوحة أو حتى هيئة قطع المال بعمليات إدراجات جديدة في السوق ولكن للأسف تنتهي هذه الوعود وهذه التصريحات إلى لا شيء يعني نحن خلال خمس سنوات أو ست سنوات السابقة شهدنا إدراجين فقط في سوق الدوحة وباعتقادي هذا يعني شيء ضعيف نسبيا قياسا لحجم السوق والقوة الكبيرة للاقتصاد القطري وأيضا للشركات الموجودة في القطاع الخاص في دولة قطري والتي تتسعى خلال سنوات طويلة لعمليات إدراج فعليا لا نعرف أين تكمن نقطة الخلل أو أين تكمن نقطة الانفصال بين الجهتين وإن كنا نتمنى أن يحدث هذه الإدراجات ممكن أن تقوم بعملية تنشيط واضحة للسيولة وتحايا جزء كبير من الأموال المحتجزة في هذه الشركات المقفلة وتوزيد قوة ونشاط ومركز المالي لبورسة قطاع يعني أنتم ربما تتفقون مع البورسة الكويتية أو مع السوق الكويتي في غياب هذه الإدراجات أو قلة هذه الإدراجات برجع لألك أستاذ أشرف فؤاد لماذا هذا الغياب لشركات جديدة في السوق الكويتي أيضا كما الحال في السوق القطري هل المشكلة بقوانين وروتينية السوق الكويتي أو المشكلة بالشركات نفسها ترى أن الوقت غير مناسب للإدراج نعم تقريبا كويت وقطر يوعد ودبي والسعودية ينفزوا فالحقيقة غبنا السوق الكويتي عن عام 2008 قبل 2008 كانت كمية الشركات التي تطرح في السوق الثانوي والاكتتابات كان حجمها كبير جدا والحقيقة حصلت صدمة لأن معظم الشركات التي كانت تدرج والشركات القيادية التي كانت تفرق الشركات مثل شركات منهم شركتين أو ثلاثة كانوا على شبه الإفلاس هذا الحقيقة عمل صدمة عند الاتنين يعني عند الشركات التي تطرح وعند الناس التي كانت تكتتب معظم الشركات دي فلست فعشان كده التجربة لسه مستنين زي ما قولوا الذاكرة السماكية الناس تنسى شوية عشان يطرحوا تاني لكن الحقيقة كانت تجربة مش جيدة في معظم الأحيان يعني في بعض التجارب كانت مربحة لكن في بعض التجارب كانت صدمة ويعني على إيدي يعني أنا كنت متابع الأمر ده بشكل جيد نعم أتمنى أن يكون الأطرحات الجديدة نعتبر من الماضي نعمل إصدارات جيدة وكفة سؤال أخير لكلايكم أعود إلى أستاذ حسام عن برجي التوقعات إلى أين يتجه السوق القطري في الفترة القادمة ربما تدعيات موضوع الفيفا لا زال مستمر أو أن السوق امتصده لا أعرف أريد تحليلك بهذا الموضوع باختصار لو سمحت يعني تدعيات ملف الفيفا يبقى ضمن ما يحدث في الفيفا ممكن أن ينعكس بشكل أو بأخير على السوق كما شاهدنا خلال الأسبوع الماضي يعني يبقى الموضوع بحكم التحقيقات ولكن يبقى كما صرحت الفيفا على لسان بلاتر الملف لقطر وباعتقادي الشخصي سيبقى هذا موضوع جدال حتى بعد انتهاء الصافرة النهائية للمباراة النهائية في 2022 وصناعات وكيون بي إلى أين يتجهان أيضا يعني إن استمارت عمليات الشراء المؤسساتية أو إن كان هذه عمليات الشراء الانتقائية التي شاهدناها اليوم ممكن أن نشهد بعض الزخم وإن كان باعتقادي يعني البعض سيفضل انتظار نتائج النصف الأول من العام حتى تنجلي الصورة بشكل بشكل أفضل لتأثير أسعار النفط على نتائج أعمال صناعات قطار وحتى نتائج عمال بانقطر الوطني ممكن أن يكون إلها خاصة مع تداولات الصيف التي غالبا بعدما تكون بطيئة أو بأحجام تداول ضعيفة وهادئة خاصة كما أشاهد أستاذ أشرف دخول لامضان بعد حوالي 13 يوم من الآن واللي غالبا أيضا يزيد من عمليات الهدوء وعمليات الأحجام عن تداول أستاذ أشرف أيضا ماذا عن السوق الكويتي إلى أين يتجه في الفترة القادمة الهدوء سوف يبقى مسيطرا إلى حد ما كما ذكر ضيفي من قطر مع استمرار مع قدوم شهر رمضان المبارك نعم الحقيقة نحن نتمنى أن قطر تنظم كاس العالم لتبقى قريبين مننا نقدر نحضر كاس العالم وكمان الحقيقة شهر رمضان المبارك نتمنى أن يأتي بالخير زي ما هو يأتي دايما كل مرة ويرجع التداولات بشكل جيد معه بذات الكويت عامل موضوع صانع السوق يريع مرة تاني أو يتم تنظيمه بشكل جيد ونشوف تداولات قياسية مع دخول للتداول المؤسسي في السوق الكويتي طيب أيضا نسكر القيادية زين والوطني نشوف على الحركة هالفترة هاي ودخول واضح أيضا إلى أين يتجهان الحقيقة من أفضل لكن من الشركات القيادية بالسوق الكويتي وكونا نسميها الشركات الدينارية قبل الأزمة الوطني وزين وهم دايما زي العربة أو الرأس اللي بتجر القطرة كل السوق الكويتي في بعض التداول المؤسسي عليهم وأتمنى هيزيد خلال الفترة القادمة نعم الأستاذ أشرف فؤاد المحل المالي ضيفي من العاصمة الكويتية وكذلك الأستاذ حسام عن برجي المحل المالي ضيفنا من العاصمة القطرية الدوحة شكرا جزيلا لكم شكرا أعود مشاهدين إلى أخبار الإمارات خبر مهم في السوق أبوظبي حيث أتمت شركة دانغاز توقيع اتفاقيتها مع شركة بريتش بتريليوم والتي ستتولى الشركة البريطانية بموجبها عمليات حفر أول بئر استكشافية في دلتا نيل بمصر والتي فازت دانغاز والشركة البريطانية بحقوق التنقيم فيها وستولى بريتش بتريليوم بصفتها شريكا في حقوق التشغيل تمويل كامل تكاليف حفر البئر بما في ذلك التكاليف حص الدانغاز البالغة خمسين بالمئة فكذا بدت لنا معظم أسواق الخليج في جرسة اليوم ثلاثة تحياتي وتحيات فريق العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة